السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة قصيدة البرضة وتسمى ايضا بالهمزية وتسمى بالبرأة او الكواكب الذرية في مدح خير البرية الذي نظمها هو الامام البصيري ينتسم الى بلدته ابو سير وهي في مصر بين الفيوم وبني سويف اسرته ترجع في اصولها الى المغرب الى قبيلة سنهاجة احدى قبائل البربر ثم انتقل بعد ذلك الى مصر الى القاهرة ليتلقى العلوم في العربية والادب والدين الامام البصيري في اول امره حفظ القرآن وصار مقرئا ثم قام بدراسة الاديان ودرس سنة خير البرية لكنه كان كثيرا ما يشكو حاجته وفقره عاش ظروفا مادية صعبة اندك كان القرآن الكريم ودراسته الدينية لا تكاد تتجاوز الحناجر فكان يبحث عن البال وعن الحضوة واحيانا يهجو موظفي الدووين ويذكر مساوئهم في اسلوب ضريف وكان الامام البصيري قد اصيب بالشلل النصفي فكان يبحث عن الدواء وصرف كل ماله ولم يجد علاجا وتخلى عنه الاصحاب والاهل والاحباب الى ان لقيه احد الصالحين وقال له انا عندي لك ذواء اكثر من الصلاة والتسليم على مقام رسول الله الامين فصار الامام البصيري يكثر من الصلاة على النبي الكريم اياما وليالي واسابيع واشهر وهو مريض سقيم يعاني من الشلل النصفي من بفالج وفي ليلة من الليالي رأى النبي الكريم رأي العين ومر بيده الكريم على جسمه رأاه بين المدام واليقضة وقال له عليك السلام يا بصيري ثم مر بيده الكريم على جسمه فقام مشافا معافا والبسه المرده المرده مردته صلى الله عليه وسلم ثم انصرف فقام بعدها المصيري وقد شوفي وعوفي وامتلأ قلبه بحب النبي المصطفى وامتلأ فؤاده بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واقسم انه بعد ذلك لن يمدح الا خير البشر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فانطلق الامام المصيري يُعنى بقراءة السيرة النبوية ومعرفة حقائق اخبار النبي الكريم وجامع سيرته العطرة وافرغ طاقته واوقف شعره وفنه على مدح هذا النبي الكريم كالت هذه القصيدة المسمات بالمرضة وايضا الهمزية وتسمى ايضا بالميمية لان اخر قافيتها حرف الميم والهمزية هي القصيدة المسمات ام القرى في مده خير الوراء وهذا الدوان كبير وعظيم وجليل تم طبعه مرات ومرات ايام زمان وحتى في عصرنا الحالي وهذه الميمية ايضا تقع في اكتر من اربعمائة وخمسين بيتا مما قال فيها كيف ترقى رقيك الانبياء يا سماء ما طولتها سماء الى ان قال انت مصباح كل فضل ما تصدر الا من ضوئك الاضواء وفي سبب نظمه لهذه القصيدة في رواية اخرى يقول الامام المصيري داغمني الفالج شلل النصفي فابطل نصف جسدي ففكرت في عمل قصيدتي هذه فعملتها واستشفعت بها الى الله في ان يعافيني وقررت انشادها ودعوت وتوسلت ونمت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على وجهي بيده المباركة والقى علي المرضة فانتبهت ووجدت فيي نهضة فقمت وخرجت من بيتي ولم اكن اعلمت بذلك احدا فلقيني بعض الفقراء فقال لي اريد ان تعطيني القصيدة التي مدحت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت اي قصائدي قال التي انشأتها في مرضك وذكر اولها وقال والله اني سمعتها البارحة وهي تنشد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم واعجبته والقى على من انشدها بردة فاعطيتها اياه وذكر الفقير ذلك وشاعة الرؤية وعلى الرغم من ان بردة البصيري لها هذا التبجيل والمكان الادبية الا ان علماء السلفية عابوا على القصيدة ما يرون انه غلو في مدح النبي صلى الله عليه وسلم فقد انتقد عدد من علماء السلف المردة بالدعاء وقوع المصيري في الشرك او في بعض الشرك ومن اشهر منتقديها الشيخ محمد عبد الوغاب والشيخ محمد ناصر الدين الالباني والشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الرحمن بن حسن الشيخ وغيرهم ومن ابرز الابيات التي انتقدت فيها تلك القصيدة قوله يا اكرم الخلق ما لي من الود به سواك عند حدوط الحادث العمم ان لم تكن اخدا يوما معادي يدي عفوا وان لا فقل يا زلة القدم فان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم دعم ادعته النصار في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيهم واحتكمي لو ناسبت قدره ايات عظمى احيى اسمه حين يدعى دارث الرمم فانني دمة منه بتسميتي محمدا وهو اوف الخلق بالدمب فمن كلام اهل العلم في نقض تلك الابيات ونقضها قالوا بان فيها الشرك الاكبر ما لا يخفى من ذلك قولهم يا اكرم الخلق ما لي من الود به سواك التي فيها طلبوا تواب الدار الاخرة والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم ان الاستغاثة لا تكون الا بالله عز وجل وايضا لما قال وَلَنْ يَذِيقَ رَسُولَ اللَّهِ جَاهُكَ بِي إِذِ الْكَرِيمُ تَحَلَّ بِاسْمِ مُنْتَقِمِ فَإِنَّ لِي دِمَّةٌ مِنْهُ بِتَسْمِيَةِ مُحَمَّدًا وَهُوَ أَوْفَ الْخَلْقِ بِالْذِمَمِ إِنْ لَمْ تَكُنْ فِي مَعَادِ آخِذٌ بِيَدِي فَضْلًا وَإِلَّا فَقُلْ يَزَلَّتَ الْقَدَمِ اللياد معناه كالعياد سواء مسواء فالعياد يكون لدفع الشر واللياد لجلب الخير وطبعا ما هو مقرر في العقيدة الإسلامية أنه لا يجوز العياد إلا بالله وبأسمائه وصفاته أما العياد بغيره فشرك لأن ربنا عز وجل قال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وسيد النبي صلى الله عليه وسلم قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا ويرى هؤلاء المشايخ من السلف أن الإمام المسيري استعمل الدعاء ونادى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتدرع وإدهار الفاقة والإذترار إليه وسأل منه هذه المطالب التي عادة لا تطلب إلا من الله وحده لا شريك له فقالوا هذا هو الشرك في الألوهية ثم إن طلب الشفاعة لا يكون إلا بعد إذن الله فلا معنى لطلبها من غيره فإن الله تعالى هو الذي يأذن للشافع أن يشفع ثم ذكر هؤلاء العلماء من السلفية أن هذه الأبيات التي نضمها الإمام المسيري في المرضة والهمزية والميمية فيها من التبر من الخالق تعالى وتقدس والاعتماد على المخلوق في حوادث الدنيا والآخرة ما لا يخفى على مؤمن فإن هذا من قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وقوله سبحانه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقوله جل علاه وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكثى بدنوب عباده خبيرا وأيضا قوله تعالى قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته وأيضا كما قال نوح عليه السلام وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين أيها الأحباب الكرام قصيدة البردة والهمزية أجمع معظم الباحثين رغم كل الانتقادات على أنها قصيدة من أفضل وأعجب قصائد المديح النبوي إن لم تكن أفضلها على الإطلاق في تاريخ الإسلام وتاريخ العرب انتشرت هذه القصيدة انتشارا واسعا في مختلف بقاع البلاد الإسلامية عبر التاريخ يقرأها المسلمون أو جل المسلمين في معظم بلاد الإسلام من من يقرأها كل ليلة جمعة ويقرأونها في المناسبات الشريفة بل إن بعض المتصوفة عقدوا مجالس عرفت بالبردة الشريفة أو مجالس الصلاة على النبي وزكها عدد من العلماء الأجلاء وعلماء الشريعة وعلماء الدين وعلماء العقيدة من بينهم الإمام الجليل الإمام السيوطي الذي قال عن هذه القصيدة كان المصيري رحمه الله من عجائب الله في النظم النترية وإن لم يكن إله إلا قصيدته المشهرة بالمرضة تكفيه فخرا وكذلك قصيدته الهمزية البديعة وقد ازدادت شهرة المرضة حتى أن الناس أصبحوا يتدارسونها في المساجد هذا ما قاله الإمام السيوطي مجدد القرن السابع فالقدماء كانوا يفخرون بهذه القصيدة وأيضا العلماء المحدثون المعاصرون كالدكتور زكي مبارك من كبار نقاد الأدب العربي قال المصيري بهذه المرضة هو الأستاذ الأعظم لجماهير المسلمين ولقصيدته أثر في تعليمهم الأدب والتاريخ والأخلاق فعن البرضة تلقى الناس طوائفة من الألفاظ والتعابير غنيت بها لغة التخاطب وعن البرضة عرفوا أبوابا من السيرة النبوية وعن البرضة تلقوا أبلغ درس في كرم الشمائل المحمدية والخلال النبوية وليس من القليل أن تنفذ هذه القصيدة بسحرها الأخاذ إلى مختلف الأقطار الإسلامية وأن يكون الحرص على تلاوتها وحفظها من وسائل التقرب إلى الله سبحانه والرسول صلى الله عليه وسلم وقد ألهمت قصيدة المرضة الكثير من الشعراء والأدباء والعوام على مر العصور وأشهر من نهج على نهجي المصيري هو أمير الشعراء أحمد شوقي أيها الأحباب الكرام لقد ترجمت بردة الإمام البصيري إلى عدة لغات منها الإنجليزية والفرنسية والألمانية والتركية والهندية والفارسية وغيرها لما تحظى به من مكانة روحية وفكرية كبيرة جعلتها أيقونة المديح النبوي عبر 800 قرن من الزمان منذ أن خطها الإمام البصيري في القرن السابع الهجري وشرح قاصدة البردة عدد كبير من العلماء والفقهاء الكبار واعتنوا بها اعتناء عظيم منهم الإمام شهاب الدين القسطلاني وسمى شرحه على البردة الأنوار المضيئة في شرح الكواتب الذرية وكذلك الإمام جلال الدين المحلي وصاحب كتاب تفسير الجلالين والإمام الزركشي صاحب كتاب البرهان في علوم القرآن فرحم الله الإمام البصيري وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمع السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله شكرا